منذ ما قبل ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بساحل حضرموت والأسواق ومتاجر بيع الأدوية تشهد شحة في توفر وسائل الوقاية الصحية كالكمامات ومنتجات التعقيم ومواد التطهير جراء تزايد الطلب عليها هنا في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت لم يستطع طارق مقلم أستاذ صيدلانيات بالكلية أن يقف هو وطلابه موقف المتفرج أمام هذه الأزمة حيث أطلقوا مبادرة طلابية تهدف إلى توفير خط إنتاج محلي لإعداد وصناعة مستحضرات التعقيم في معامل كليتهم لتوزيعها مجانا على محتاجها من الفقراء اليوم نحن أنتجنا 50 لتر من معقمات السائلة حوالي 500 عبوة سيعقبوا إن شاء الله أيام أخرى إنتاج متوالي في المرحلة الأخرى ستكون إنتاج الجيل المعقم اليوم نحن أنتج السائل المعقم وستتوالى الكمية الإنتاج إن شاء الله ليس للبيع وإنما الاستخدام للأسر المحتاجة وللمرافق الصحية التي لم تستطع لتكملت عمل الصحية نحن نعمل كفريق واحد في طار اللجنة عليا لمكافحة كورونا في المحافظة هؤلاء المجموعة من طلاب الصيدلة هم جزء من أربع مجموعات تعمل بجد وحماس لتيهيز التركيبة الكيميائية لمحلول التطهير الداخلة في صناعات مستحضرات تأقيم الأيدي بأنواعها المختلفة السائلة منها والجامدة تم تحضير محلول مطهر بحسب الموصوف من منظمة الصحة العالمية الذي يتكون من مادة الإيثانول ومادة الجيلسرول ومادة الهيدروجين بيروكسايد بالإضافة إلى الماء المعقم كل من احتك بالأماكن المحتمل تواجد فيها أي مايكرو أورغانيزم أو كائن حي هذا المطهر نعم سيقوم إن شاء الله تعالى بعمل المفعول المضاد له السلطات بالمحافظة وفي خطوة لدعم التوجه الساعي لتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي أبدت استعدادها لتمويل تحضير كميات إضافية لإنتاج عشرة آلاف عبوة يقال إنه وعند الشدائد تتحد السوعد وسوعد طلاب كلية الطب بجامعة حضر موت وأساتذتهم تعمل جاهدة لإنتاج هذه المعقمات وفقا وإمكانياتهم رغبة منهم في أن يكون لهم ولجامعتهم إسهام في مجابهة هذه الجائحة محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلاء